السلام عليكم طلبة الصف الثالث متوسط المحاضرة السابعة التي تتحدث عن حزام الحوض والأطراف السفلة بالبداية مثل ما أخذنا حزام الكتب سنأخذ حزام الحوض سيتكون من نصفين متناظرين من العظام ما هي النصفين هذه الصورة فورستدي سأقسم العظام إلى نصفين هذا نصف متما ثلاث ما هي العظام كل واحد منهم سيتكون من ثلاث عظام ما هي العظام الثلاثة ملتحمة ثلاث عظام ملتحمة ثلاث عظام ملتحمة الثانية الثانية الأسكيوم الثالثة الببس سأسميه الورك الحرقفة والورك والعانة سأسمى الأظام الثلاثة التي تكون منها حزام الحوض سأسمى الثلاثة 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 ثلاثة يجب أن تكون الثلاثة الثلاثة هذا العظام تنتبهون ان يجبههم ممكن بالوزارة فراغات لكم هذا البلوبز حزام الحوض يشبه وعاء كيف يستقر على العمود الفقري؟ هذا جزء من العمود الفقري منطقة السكرال يستقر على العظام والفقرات العجزية سوف يستقر عليه هذا يتمفصل ويا الأطراف السفلة هذا العظام سوف تتمفصل ويا الأطراف السفلة ويا الفيمر هو عظم الفخد سوف يتمفصل ويا يرجع الدور أيضا جزء من الامعاء و بعض الأعضاء الداخلية سوف يستقر هنا بنصف مين هنذين الأطراف؟ سورة هنا هذا هو الأمعاء بعض من الأعضاء الداخلية الخاصة بالتكاثر سوف تستقر بنصف هذا هذا العظم العجز ملتحمات الفقرات العجزية مستقر بنصف الحوض بالإضافة هذا جزء من العمود الفقري بالإضافة إلى أنه عندي الغير الأعضاء الداخلية من هنا الأعضاء الداخلية الأمعاء جزء من الربروديكتب أورغان أعضاء التكاثر سوف ألقاها بداخل هذا الحوض الغير وظائف من البلبس البلبس هنا نفسها أقصد بها البلبك هنا العمود الفقر سوف يستقر عليه ثانيا سوف يتموصل الأطراف السفلة أيضا جزء من الإنتستين الأمعاء والأمعاء والأمعاء موجودة به هنا ثلاثة نقاط أقدر أعتبرها وظائف الثلاثة وظائف البلبك أو البلبس اللي هو الجهاز الهيكل أو الحوض أنصح له عظام الحوض عندي اختلافات بين بين البلبس بالماء بالذكر والفيميل الأنثى هناك فرق بين حوض الذكر وحوض الأنثى مكرر بالوزارة كل شيء يجيب بالوزارة أول نقطة أظام البلبس اللي هو العانة بالفيميل ثلاثة تكون أخف نيام البلبس اللي هو أعرض بالفيميل ليش أعرض من الميل لسبب تسهيل تسهيل البيرغنسي بيريوت اللي تسهيل فترة الحمل هذا يجيكم تعليل هذا السؤال رح يجيكم بالوزارة تعليل يقول لك واي الجواب هذا هنا لتسهيل نقول عليها فترة البيرغنسي اللي هو الحمل بالفيميل زي بعد البلبس عظام الحوض بالإناث تكون أقل عمق مما بالذكور لاني ترجمتهم ذني بالوزارة منهج عربي أو انتو كلش مهمات ذني الفروقات الدفرنس بين موين the male believers and female believers اللي هو عظام الحوض بالذكر وعظام الحوض بالأنثة مهمات كلش بالوزارة نجي إلى اللورلبس اللي هي شن هنا العظام السفلة أو الأطراف السفلة الموجودة بمن بالإنسان اللورلبس عظام الإنسان راح تنصنع من ثلاثة عظام الأطراف السفلة من ثلاثة عظام فيما تأخذ اللق الساق والفوت القدم ذني شي قابلا ذني الثلاثة ايقابلا منو ايقابلا ذني ايقابلا الهيومرز اللي هي عظم العظم العظم انصحله والفور ام اللي هو عظم الساعد وبعد الهاند اليت وبناتين اكو مقارنة هسر عولكم زين اجيت هسر الفيما فيما اللي هو عظم الفخد يعني اكبر واطول عظم بالجسم انت 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 يطابق او يماثل يمارس العظد الموجود باللبر بالاطراف العليا من من انت اجت من الجانب العلوي من والسفلي وشبيه من الجانب العلوي مالته س س اجت س اجت 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 من حزام حزام الحوض و مفصل من هذه المنطقة يدخل ضمن تجويف فراغ السوكت اللي هي الكرة وتجويف هاي من الاعلى من الاسفل في مراح يتمفصل ويه التيبة التيبة شنو معناها اللي هي الشضية واحدة من اجزاء الساق بنيجوينت اللي هو مفصل اللي هو مفصل الركبة فعندي نوعين من المفاصل هذا مفصل اللي هو هذا مفصل الثاني اللي هو نيجوينت معناها نيجوينت معناها مفصل الركبة جيد هسا هاني هنانا هذا العظم عرفته انه اطول واكبر عظم وبعد غير اطول واكبر من الاعلاية مفصل من الاسفلية مفصل وهو راح يقابل الهيومرز اللي موجودة وين باللبر لبس اجيت على العظم الثاني اللي هي الساق مصنوعة من عظمين الاول سحول التيبة والثاني اللي فوبلة التيبة واحد من اللوكيتيد بسايد والأذر يعني واحدة من العظام تقع بجانب الآخر ماكو فرق بين عظم ماكو فرق بين عظم شبيه هن قصبة وشضية هذه قصبة وهذه اسمها شضية التيبة واحد من عظم اللي باللنكس تبقى هنا ذاني ممكن يجين تعاريف كورسبندنج راح يقابل الانلة بالفور ام اللي هي يقابل الزند بالساعد هيتبتقى بالجانب الأمامي من الساق under the skin هذا اذا جاب ليها تعريف هذا تعريفها كامل ماعدكم بمشكلة زي اذا جاب لي تعريف منه الفابلة او الفيبلة اللي هي تكون السحلها الشضية نسميها بالعربي واحدة من عظم الليكس تقابل الردوس او الرديوس بالفور ام شبيهها هاي لا تتلتف حول التيبة لا تتلتف حول التيبة ماذا مثل ما الردوس اللي تتلتف حول اللي بيش ما راح تتلتف حولها يقول لي لأن لأن هي بكوز انه هاي الفابلة تكون ارفع او ارق من التيبة ونهاياتها النهايات مال هاي العظمة كونيكت تو ذا تيبة وين هراولي اياها بحيث اقدر اشوفها هاي هي هاي هي هاي هي هاي هنانا اذا عدت شوفوها هاي تكون نهايتها هاي نهاية وهاي نهاية وهاي نهاية متصلة ويامين ويتيبة وما تقدر تستدير عليها ليشي ان هي كلش رفيعة كلش رفيعة فما تقدر تستدير عليها زين هاسا اهنا هنانا خلصنا يا عظام عظام الموجودة بالليكس بالساق العظام الموجودة بالليكس بالساق والموقع هاي مهمة هاي بالجزء الأمامي بينما هاي بالجزء الخلفي ترتبط بالتيبة وان طريق ال to an لهياته الموجودة لليكس بالفهمار يعني عظم الفخض وعظم الفخض من جهه السفلة وعظم الساق من جهه العليا ون الجهه لفخض فخض من الجهه السفلة تني palate تريحا لطريق مبصل او ما هي قبل المفصل نوع من أنواع المفاصل اسمه النيجوينت هذا المفاصل نوع من أنواع المفاصل اسمه النيجوينت هذا النوع من المفاصل يكون هنج ما معنى هنج سوف نأخذه سوف يكون حركته باتجاه واحد مثل العلب في فوق هذا المفاصل أكفد عظمة صغيرة فلانتد مسطحة ما اسمها البتلة؟ الرطفة موقعها ممكن تعريف ممكن موقع ممكن وظيفة هذه موجودة بالجانب الأمامي من النيجوينت ما نوصفها؟ هي عظمة صغيرة مسطحة موجودة بالجانب الأمامي من النيجوينت ماذا وظيفتها؟ ما ذاكر لكم وظيفتها هنا؟ لعد وين ذاكر وظيفتها؟ ذاكرها بالنهاية تلقوها بمحاضرة رقم 9 ذاكرها وظيفتها لكن نضيفها لتعريف وين ذاكرها بالضبط؟ ذاكرها برممبر ماذا قائل عليها؟ شوفوا ماذا قائل هنا؟ قائل هنا 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 الرطفة موجودة بالجزء الأمامي منها وظيفتها تحمي هذا الجوينت هذا المفصل موجودة بالالبو جوينت هذا موقع وظيفة أضيف لها أضيف لها وصفها الموجودة بالأطراف العليا السفلة وصفها اللي هي عبارة عن عضبة صغيرة مسطحة سوف أعدي تعريف كامل لها وين نتعريفها الكامل؟ هنا نتعريفها حاطة الكومياء عضمة صغيرة موجودة بالجزء الأمامي من النيجوينت وإلمنتو بروتكت ات أو بروتكشن أو بروتكت تحمي هذا الجوينت يعني تحمي هذا الجوينت بسبب أنه هي ثنر ورح تتصل من نهاياتها الأمامية نجي شي يقول لي يقول لي الساق ترتبط بالفوت من الأسفل عن طريق الانكل جوينت اللي هو الكاحل الانكل عفوا مفصل الكاحل الانكل معناها كاحل هذي الساق من الأطراف العليا والسفلة همين تتكون وليش هاي متلتف حاولها وشنو مفصل النيجوينت هذا مهم اجيت لي الساق او اجيت العفول للقدم الفوت مصنوعة من 26 عظم بينما الهاندي اليد من 27 عظم هاي تتوزع بثلاث أجزاء مثل ما باللام مثل ما بالإيد يقول الجزء الأول الاسم الانكل كاحل الاسم الثاني إلى هاي جتي بالوزاري شنو هو الاسم المطابق إلى هاي مهمة هاذا من هو الكاحل العظام الأولى بالقدم The first point يعني أول عظم بالقدم راح يقابل منه الرست الرسخ وبشكل عام هي راح تتكون من سبع أظام بينما أنا الرست راح تتكون من ثمان أظام إذا تذكروا الرست تتكون من ثمان أظام هاي مهمة يعني هو الجزء الأول من الفوت يجينا للجزء الثاني الميتاترسل اللي هي سحولهن المشط يحتوان خمس عظام نفس ما موجودات بالأطراف العليا نفسهن ماكو فرق عنهن اللي اسمهن كانن هنانه كانن اسمهن متا كاربل هاده هنانه الميتا كاربل اللي هي هاي هذي راح تقابل منه راح تقابل لي اللي موجوده هنانه الميتاترسل تحتوى على خمسة دي جيم تحتوى على خمسة الجزء الثالث اللي هي الأصابع هاي تتكون من السلاميات السلاميات تشبه الفنجر و هاي تويز بالأصابع للرجل و هاي الفنجر بالإيد يعني هاي بالفوت و هاي بالهند ثم يتوزعن بنفس الطريقة التويز يتوزعن بنفس طريقة الفنجر اللاحب انه هذا الهيلاكس اللي هو الأصبع التشبير ما راح يقدر يتحرك بسهولة مثل الثامب إيد الثامب يتحرك بسهولة بينما أصبع الرجل التشبير ما يتحرك بسهولة ليش؟ لأن وظيفة القدم ماشي لأن وظيفة القدم ماشي فهذا يختلف عن ما هناك اما اضللها على موت تشوفوها مختلفة لهنا خلصة الأطراف السفلة وهذا الرسم هو مداخل أدي مقارنة بين الأطراف العليا والسفلة النقطة الأولى من مصنوع الأطراف العليا والسفلة جتي مرة واحدة بالوزارة منهج عربي النقطة الأولى الأبرلمس ستتكون من الهيومرز الفور ارم والهاند بينما هنا تتكون من الهيومر الليك والفوت هنا الهيومرز بينما هنا الفيومر ثلاثة فور ارم سيقابلها لك والأبام مالده الهاند سيقابلها الفوت فيصير عدكم أربع نقاط هيا محاضرتي رقم سبعة وراها ثمانية وراها تسعة تجدون حل الأسئلة بمحاضرة رقم تسعة وراح ننزل لكم هاي الملزمة بنهايتها ستجدون فد مخطط هذا المخطط بخلاصة الحج محوري وطرفي مين يتكون وكل منطقة شنو بيها لهنا خلص يعني خلصة المحاضرة السابعة وخلصة الأطراف العليا أتمنى تكونوا استفاديتم بيها ومنعد هاي المحاضرات وشكرا جزيلا لحسن أصغاءكم